الرواية الإسلامية الكلاسيكية عن العصر الذي سبق بعثة الرسول محمد تقول بشكل مبسط للغاية أن العرب كانوا قد اجتمعوا على الجهل والوثنية المتحجرة وانتقلوا فجأة بأمر من الله من الجهل إلى العلم ومن الظلمات إلى النور وهذه الرؤية القاصرة لا تزال سائدة عند الأغلبية من الناس وساهمت الدراما والسينما بشدة في تتبيتها فأفلام مثل فجر الإسلام وهجرة الرسول وأعمال أخرى عديدة رسخت عند عدة أجيال تلك الأسطورة الخاصة بمعتقدات العرب قبل الإسلام وأهم المصادر التي اعتمدت لتكوين هذه الصورة هي كتب التاريخ والسيرة وربما أهم مصدر نتوفر عليه وصف الحياة الدينية للعرب في الجاهلية هو كتاب الأصنام الهشام بن الكلبي الذي ألف في القنط التاسع الميلادي وبطبيعة الحال عند دراستنا للسياق التاريخ الذي ظهر فيه الإسلام علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه المصادر هي محل جدل مستمر حول مصداقيتها وحياديتها لأنها نتاج لمفكرين كتبوا التاريخ من خلال عدسات معتقداتهم الدينية وولاءاتهم السياسية كما أن الشعوب التي كتبوا عنها أي عرب ما قبل الإسلام لم تحكي لنا القصة من وجهة نظرها لكن هل هذا يعني أن كل ما نقله كتاب السيرة وابن الكلبي خاطئ؟ طبعا لا وفي الحقيقة في حالة ابن الكلبي مثلا العديد من المعلومات التي تضمنها مؤلف كتاب الأصنام أكدتها لاكتشافات الأركيولوجيا وما زال الكتاب مصدرا هاما في الموضوع لكن للحصول على صورة أكثر عمقا ودقة تاريخيا علينا النظر أبعد من ذلك والبحث خارج المصادر الإسلامية ولحسن الحظ عرفت السنوات الأخيرة انفجارا في الأبحاث العلمية والجامعية حول بلاد العرب القديمة بين التنقيبات الأثرية والرحلات الاستكشافية لشمال جزيرة العرب ومناطق أخرى يقوم بها علماء آثار متخصصون وهوات وهذا النشاط البحثي الكثيف أدى إلى العثور على شواهد أثرية وأدلة تاريخية غير مسبوقة في المجال منها الآلاف من النقوش الحجرية والكتابات على الجدران والصغور التي تركها العرب القدماء تعطينا صورة حية عن مجتمعهم وحياتهم اليومية وثقافتهم وأديانهم وعلاقتهم مع الشعوب المجاورة وحين ننظر إلى كل هذه الاكتشافات الأثرية والبحثية فأقل ما نخرج به هو تصور أكثر تعقيدا من الرواية المبسطة التي تكلمت عنها في البداية إذن آخذين بعين الاعتبار ما توصلت له الاكتشافات الحديثة دعونا نلقي نظرة عن العالم الرائع لديانات ومعتقدات عربما قبل الإسلام كانت العثور القديمة المتأخرة حقبة زاهية نابضة بالأحداث التاريخية الكبرى ولم تكن جزيرة العرب منعزلة عما عرفته تلك الفترة وفي الحقيقة يكتشف الباحثون يوما بعد يوم مدى ارتباط العرب بثقافة الشرق الأوسط بشكل عام باعتبار منطقتهم كانت نقطة التقاء هامة للطرق التجارية وباعتبارهم كانوا تابعين لإمبراطوريات عظمى هيمنت آنذاك في حديث اليوم عن بلاد العرب قبل الإسلام سأركز على الفترة التي سبقت مباشرة ظهور الإسلام والتي اصطلح على تسميتها بالجاهلية أي الفترة الممتدة إلى ما قبل فجر الإسلام بنحو قرن ونصف أو قرنين على أبعد تقدير مفردة الجاهلية التي أوجدها الإسلام قللت من أهمية تاريخ القديم للعرب واستخفت حتى الإهانة بتراثهم وحضارتهم وديانتهم وهذا الاستخفاف خلق داخل الأقوام الإسلامية عامة أحاسيس بالمهانة والاحتقار لتاريخ العرب القديم لاقترانه بالكفر والشرك وعبادة الأصنام وبكل ما هو معيب بينما في الحقيقة الجاهلية سميت كذلك للتسطر على حقيقة الإسلام والصرف الأنظار عن اعتماد محمد في دينه وقرآنه لدرجة كبيرة على الديانات السائدة في بيئته آنذاك وإقناع الناس بأن العرب كانت في الجاهلية دون احتكاك مع الحضارات المتقدمة المجاورة والديانات المنتشرة وهذه المحاولة رغم سذاجتها أقنعت معظم المسلمين أن تلك المرحلة أعرفت جهلا مطبقا على جميع المستويات وأن العرب كانوا بداسا جفاسا يعيشون على الصيد والترحال ويقاتلون بعضهم البعض ويئدون بناتهم ويعبدون الأوثان إلى أن أشرق نور الإسلام فأخرجهم مما كانوا فيه من جهل يعمهون لكن الحقيقة غير ذلك والواقع أن شبه الجزيرة العربية كانت محاطة بالإمبراطوريا البيزنطية في الشمال الغربي والساسانية في الشرق ومملكة اليمن في الجنوب ومملكة إثيوبيا في الجنوب الغربي للبحر الأحمر وكان لكل هذه الكيانات ثقافات وديانات وحضارات نهلت منها شبه الجزيرة العربية عن طريق الترحال والنزوح والاحتكاك التجاري البيزنطيون كانوا مسيحيين والفرس إزراديتشيين في عمومهم ولا ننسى أن العرب لم يكونوا شعبا موحدا متجانسا في ذلك الزمن وبلادهم كانت تجمع العديد من القبائل والعشائر ذات تقاليد وانتماءات مختلفة ولما كانت الإمبراطوريا الرومانية في عداء مستحكم مع الإمبراطوريا الساسانية فقد استعانت بعرب الشمال ووسط الجزيرة العربية لحماية حدودها الشرقية والطرق التجارية بل إن بعض القبائل العربية خاصة الغساسنة بالشمال الغربي أصبحوا عملاء تابعين للإمبراطوريا الرومانية وكانوا في معظمهم مسيحيين وكل القبائل التي تعاونت مع الإمبراطوريا الرومانية تعرفت على المسيحية واعتنق جزء منها هذا الدين وكما كان الغساسنة عمال الروم على مشارف الشام كان اللخميون المناظرة عمال الفرص على أطراف العراق وكانوا أساسا وثنيين إلا أن بعضهم تنصر بعد احتكاكهم بالمسيحيين فهنا نبدأ نلاحظ نوعا من التنوع وتبدأ الأمور تزداد تعقيدا أكثر بصفة عامة واعتمادا على الدلائل الأركيولوجية التي بأيدينا خاصة النقوش على الجدران والسخور نستطيع أن نقول أن معظم السكان جزيرة العرب تاريخيا كانوا يتبعون نوعا من الديانة التعددية أو الوثنية ورغم أن تفاصيل هذا التقليد الديني ما زالت غامضة مع ذلك توجد بعض الأمور التي نعلمها اليوم مثل كونهم عبدوا عددا من الآلهة بعضها كان خاصا بأماكن محددة أو بقبيلة معينة وما شبهة وانتشرت عبر بلاد العرب معابد لهذه الآلهة كان الناس يزورونها وقد اتخذوا من الأحجار ومنحوتاتها رموزا لآلهتهم وتقول الرواية الإسلامية أن عمر بن لحي الخزاعي هو أول من أدخل عبادة الأصنام إلى الجزيرة العربية وكتب التراث تحتوي على أسماء كثيرة للأصنام التي كانت تعبدها القبائل العربية العديد من تلك الآلهة كانت تجسيدا للدواهر الطبيعية التي كانت تبهرهم ويصعب عليهم فهمها أو لمفاهيم مجرد مثال على ذلك الإله شمش وفي ذلك كتب المؤرخ روبرت هويلاند يقول جسدت الآلهة ولو بشكل فضفات تلك القوى المهمة في حياة المؤمنين والتي لا يستطيعون التحكم فيها كالمطر، الخصوبة، الصحة، الحب، الموت إلى آخره وباستجداء رضى الآلهة عادة عبر القرابين كان المؤمن يرجو التحكم في تلك القوى من أشهر الآلهة التي عبد العرب إلهة الخصوبة اللات وهي إلهة شبيهة بأفروديتي عند الإغريق وبالإلهة عشتار في أسطورة بلاد الرافدين اللات هي الإلهة التي تظهر أكثر على النقوش الصغرية مما يدل على أهميتها للعرب القدامى وكانت مع الصنمين منات والعزة يشكل ثالوتا أنثويا عبده العرب وبالخصوص ممن سكن مكة وما جاورها من المدن والقرى وكذلك الأنباط وعبدتها القبائل الصفائية على وجه الخصوص وبشكل بارز باعتبارها جالبة للازدهار وقد ذكر القرآن نفسه هذه الآلهة الثلاث التي اعتقد العرب أنها بنات الله وبعض الباحثين المعاصرين يقترحون أن العزة ربما هي نفسها اللات واسم العزة ما هو إلا لقب هذه الإلهة وكانت العزة الإلهة الرئيسية لقبيلة قريش إلى جانب هبل وكان لها بيت الشمال مكة ويزورها الناس ويقدمون لها القرابين والهدي يقول ابن الكلبي قد بلغنا أن الرسول ذكرها يوما فقال لقد أهديت للعزة شاسا عفراء وأنا على دين قومي أما منات فقد عبدها من العرب الأزد وكنانا وغامد وغيرهم وكانوا يحجون إليها وكانت معظمة عند الأوس والخزرش بصفة خاصة إله مركزي آخر في ديانة العرب قبل الإسلام كان هو إله القمر رضاء أو رضاء وكان يعتبر أحيانا أبا الإله اللات قال ابن إسحاق كان له بيس عند بني ربيع بن كعبي بن تميم ويبدو أن رضاء هو نفسه الإله السوري أرثو الذي عبد في سدمر ويظهر في بعض النقوش الآرامية مقترنا بإله الحرب الكنعاني راشيف ثم نجد أيضا الإله بعل سميم إله المطر والعواصف وهو الإله الذي عبده الكنعانيون كما ورد في التوراة وهو مذكور في النقوش الصفائية وهذه فقط أمثلة قليلة للآلهة العديدة التي عبدها العرب وكانوا يدعونها ويتقربون إليها يستسقون الغيث أو يدفعون النوائب والكوارث أو يرجون النصرسة على العدو وأغلب النقوش الصخرية من بلاد العرب القديمة هي عبارة عن صلوات وأدعية لمثل هذه الأغراض على سبيل المثال في هذا النقش الصخري كتب يا رضاء أعن إيب على ما يريد وفي نقش آخر أي تهلات ابنة رضاء اعتقي فلان من سنة الحرب كما قلت سابقا بعض الآلهة كانت خاصة بقبائل بعينها فيكون الإله في هذه الحالة يخص برعاية هذه القبيلة أو سلك دون ما عداها لكن آلهة أخرى كانت بات طابع كوني عبدتها شعوب وقبائل متعددة في بقاع مختلفة مثل الإله ألات والإله رضاء لكن تواجدت طبعا آلهة محلية هكذا حضيت بعض الآلهة بشعبية جنوب جزيرة العرب في حين عبدت أخرى شمال البلاد وإلى جانب الأصنام والأوثان عرفت تسمية الأنصاب وقد أشار إليها ابن الكلبي فقال فمنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اتخذ صنما ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب وشأنهم شأن معظم الشعوب القديمة لعبت طقوس القرابين والهدي دورا رئيسيا في الحياة الدينية للعرب فكانت الإبل تدبح في مناسبات خاصة أو للمساعدة في الدعم بعض الأدعية والصلوات للحصول على الرضى الإله وعونه على أمر من الأمور ومن مقاماتهم الدينية الكعبات وهي بيوت مربعة مرتفعة كانوا يفرزونها لديانتهم تواجدت هذه البيوت المقدسة عبر كل مناطق شثيرة العرب وارثبتت بواحد من الطقوس المركزية لدى العرب وهو الحج عرف العرب الحج شأنهم في ذلك شأن عدد من الشعوب ولم يكن حج عربي ما قبل الإسلام إلى مكة وحدها بل كان إلى محجات عديدة أخرى بلغت بحسب بعض المصادر أكثر من 22 كعبة بحيث يحج كل قوم إلى البيت الذي يقدسونه يضعون أصنامهم بداخله ويدبحون عنده ويطوفون حوله وفي طليعة هذه البيوت وأعلاها منزلة عندهم كعبة مكة التي كان العرب يشدون لها الرحال من كل مكان وشعيرة الحج كانت واحدة من أندر الشعائر التي تجمع حولها كل القبائل العربية لأنه إلى جانب بعدها الديني كان لها بعد تجاري وثقافي وكانت الأسواق تقام قرب وحوالي مكة مثل سوق عقاذ الشهير بمسابقاته الشعرية وسوق دي المجنة وهذا كان يعني رواجا تجاريا مدرا للدخل وعبما عربوا ما قبل الإسلام الحج والحشاج وقد بلغ من درجة تعظيمهم له أن الحج كان يحظى بالأمن التام فلا يعرض له أحد بثوء إذا خرج للحج حتى يعود لأهله وكانت أشهر الحج عندهم أشهر حرما يلقون فيها السلاح ويوقفون القتال وكعبة مكة هي المعبد الوحيد الذي أبقى عليه نبي الإسلام ولم يأمر بهدمه دون باقي معابد جزيرة العرب وخصصه لله إله الإسلام وكلنا نعلم الأسطورة الإسلامية عن كعبة مكة وكيف أن الذي بناها كان النبي إبراهيم وأنها تضم حجرا من أحجار الجنة أتس به الملائكة وهو الحجر الأسود الذي يقبله الحجاج إلى اليوم وقد أبقى محمد على الشعائر الأساسية للحج التي كانت العرب تمارسها كما هي بتغييرات طفيفة وأدخلها جزءا من ديانته الجديدة ومنها التلبية والطواف بالبيت الحرام ومسح الحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروى والوقوف بعرفة وتقديم العسائر والأضاحي وغيرها من المناسك وامتزجت عبادة الأصنام لدى العرب بعبادة النجوم وقد جاء تأليه النجوم من احتكاكهم بالشعوب المجاورة التي كانت تؤمن بهذه المعتقدات وخاصة الصابئة في حران الشمال غرب العراق وكذلك من حاجتهم العملية لضبط الوقت والاهتداء بالنجوم في أصفارهم وتحديد الجهات وبمرور الوقت قاد اهتمامهم بالنجوم إلى تأليهها فعبدوا الظهرة كما عبدوا الشمس والقمر وعطارد والدبران والشعر وغيرها وقد أشيع أن بين عباد الشعر رجل يقال له أبو كبشة زعم النسابة أنه جد محمد من طرف أمه وكان أبو كبشة يرد قريش عن عبادة الأصنام ويدعوهم إلى عبادة الشعر فلقبوا محمدا ابن أبي كبشة لنهيه عن عبادة الأصنام وقد جاءت في القرآن إشارة للشعر في سورة النجم وعلى هامش هذه المعتقدات عرف عرب الجاهلية معتقدات وممارسات أخرى لا نتوفر على الكثير من المعلومات عنها منها إيمانهم بوجود قوى غيبية خارقة وكائنات روحانية كالجن التي اعتقدوا أنها سكنة القفار والأماكن المهجورة والمظلمة وأن لها علاقة وروابط مع الإنسان وتستطيع التأثير على حياته وقادر على التمثل بصورة حيوان أو زاحف من الزواحب الأرضية كالأفعى أو الغراب مصدر الشؤم والتطير لدى العرب كما عرفوا الكهان والمنشمين والعرافين وأمثالهم ممن ادعوا معرفة الأسرار والغيب وزعموا بوجود تابع أو رأي من الجن يلقي إليهم الأخبار ويبدو أن هؤلاء الكهان والسدنة هم الذين كانوا يتولون ترتيب شعائر الحج والتلبية والطواف والقرابين والنذور ولعب الشعر دورا مركزيا في حياة العرب القدامى وكانت للشاعر مرتبة اجتماعية عالية اقتربت من مرتبة الأنبياء وكانوا يعتقدون أنه يستلهم أبياته من كائنات سماوية لكن حتى في الظروف العادية قام الشعر بدور اجتماعي هام في سد القصص أشهر مجموعة شعرية تعود لعصر الجاهلية هي المعلقات التي هي مصدر مهم آخر يخبرنا عن الحياة الاجتماعية والتقافية للعرب القدامى وتعتبر إحدى أهم الإنجازات الأدبية العربية إلى الآن تكلمت فقط عن تعدد الآلهة لكن في الحقيقة المشهد الديني في بلاد العرب القديمة كان أكثر تعقيدا وتواجدت جنبا لجنب العديد من التقاليد والمنظومات الدينية المختلفة خاصة في القرون القليلة السابقة لدهور الإسلام ومن بينها العديد من أشكال التوحيد فكما علينا أن لا نغفل أن جزيرة العربية منطقة شاسعة تضم مجموعات مختلفة على عدة مستويات لكن كذلك السكان كانوا يعيشون أنواع حياة مختلفة فالبعض منهم كانوا بدوا متنقلين عاشوا ببيئة صحراوية بينما سكن آخرون بالمدن والعوامل الطبيعية وظروف العيش المختلفة هذه أفرت بشدة على التقاليد الدينية والطقوس التي كان العرب قبل الإسلام يمارسون كما تأثروا باحتكاكهم بشعوب أخرى كانت لها معتقداتها المختلفة كما قلت من قبل بلاد العرب لم تكن منعزلة عن أحداث منطقة الشرق الأوسط بذلك الزمن خاصة الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية وبسبب اتصال عرب شمال جزيرة العربية بالمسيحيين في الشام والعراق تسربت المسيحية وأفكار التوحيد إليهم كما كان للمهارتق الهاربين من بيزنطا بسبب الاضطهاد دور كبير في نشر النسيحية في البلاد العربية خاصة المذهبين نيستوري والمونوفيزي حيث يخبرنا المؤرخون كيف أن الرهبان النساطرة تفرقوا في صحراء الجزيرة العربية وسكنوا في الأديرة والخيام وسط العرب وبرع بعضهم في علاج العربي الرحل بالأدعية والصلوات والأعشاب مما جعل بعض الزعماء القبائل يعتنقون المسيحية وتبعتهم جماعاتهم في ذلك فاعتنقت المسيحية قبائل عربية مشهورة كبني تغلب وتنوخ ولغم وبهرى وطيئ ومدحج وغسان وفي القرنين الرابع والخامس للميلاد انتدت جذور المسيحية إلى أقصى جنوبي غرب الجزيرة العربية والمشرق العربي أما في قلب الحجاز فقد كان عدد المسيحيين ضئيلا ففي يثرب أو المدينة كانوا بضع مئات فقط وكانوا في مكة والطائف أفرادا فقط من النخبة الروحية يعرفهم الناس بأنهم أهل الكتاب وعموما فإن المسيحية قد تسربت إلى أغلب القبائل العربية ومن لم يقبلها منهم فقد سمع بالإله الواحد غير أنه لم تجأ قبل الإسلام كنيسة مسيحية عربية ذات طابع قومي لها كتبها ولغتها وطقوسها كما عند السريان والأرمن كما انتشرت ديانة اليهودية في جزيرة العرب قبل الإسلام وقبل المسيحية بقرون طويلة وكان إقليم الحجاز موطن سكن اليهود واستقرارهم التاريخي من يثرب وخيبر وفدك حتى تيماء في منطقة تابوك وتواجدت كذلك فرق زرديتشيا وأخرى مندائية ومانوية ولو بدرجة أقل إذن تبدو لنا صورة بيئة دينية متنوعة ومعقدة والتوحيد كان في الحقيقة شائعا في بلاد العرب لكن طبعا اختلف الأمر حسب المناطق على سبيل المثال مكة كانت مدينة متعددة دينيا بينما كانت يثرب مسكنا لقبائل يهودية موحدة وكون التوحيد تواجد منذ القدم ببلاد العرب هو أمر تؤكده لاكتشافات الأركيولوجيا إلى جانب اليهود والمسيحيين تواجدت جماعات موحدة أخرى وهم من صموا بالأحناف الذين اعتنقوا ما اعتبروا دين إبراهيم لكن ألا توجد أدلة أركيولوجية عنهم ولا نعرف الكثير عن ديانتهم باستثناء أنهم كانوا موحدين ومن أشهر الأحناف الذين وصلت أسماؤهم إلينا قس بن ساعدة وورق بن نوفل وزيد بن عمر بن نوفيل ومن الصفات المشتركة بين هؤلاء الموحدين الحنفاء الاختسان والحج إلى مكة والاختسال من الجنابة واعتزال الأوثان والامتناع عن شرب الخمر وانتدارهم لنبي يرشدهم على الجانب الآخر جنوب بلاد العرب عاشت اليمن زمنا طويلا تحت اليهودية التي اعتمدتها الدولة وعرفت أشكالا أخرى من التوحيد وفي هذا الصياق كان الإله التوحيدي يشار له باسم الرحمن وفي لغة جنوب بلاد العرب رحمنان وتشير إليه النصوص بأنه رب السماوات والأرض أو الذي له ملك السماوات والأرض وللإشارة عدة أنبياء قبل وخلال فترة محمد دعوا لعبادة الرحمن أشهرهم مسلم الحنفي أو من يسميه المسلمون مسينم الكتاب والأسود العنسي الذي كان مكانه باليمن واسم الرحمن كان مستعملا كاسم للإله الأسمى في حمير خلال القرن الرابع في إطار الديانة اليهودية الشائعة آنذاك ولم يتم استعماله كاسم للإله الواحد إلا في القرن السادس قبيل ظهور الإسلام حين سيطرت المسيحية الحبشية على جنوب بلاد العرب وقد وجد العلماء كتابات منقوشة على الصخور من ذلك العهد إحداها تحدثت عن تتويج ملك اللحم يرتابع لنجاش الحبشة تقول باسم رحمنان وابنه المسيح المظفر وكان هذا أول ظهور لرحمنان كاسم يشير إلى رب المسيح وعلى صخرة أخرى نقش خلد ترميم أبرها لسد مأرب حوالي 543 يقول بقوة رحمنان ولطفه ورحمته وبمسيحه والروح القدس نقشت هذه الكتابة على الحجر بأمر أبرها الوالي من قبل الملك إلى آخر الكتابة والرحمن التي بالقرآن يمكن إرجاعها لغويا إلى اسم رحمنان الذي استعمله عرب الجنوب كما أنه في إطار هذا الصياق لجنوب بلاد العرب كان الله أيضا يسمى إلهان ويقابلها في العربية الإله والشكل المختزل الله يبدو أنه تحوير لسم الإله في إحدى لهجات العرب بغرب أو شمال غرب بلاد العرب بما فيها ربما الحجاز ونجد بالفعل دلائل متقدمة على هذه السيغة المختصرة للإله في مدينة البطراء بشمال بلاد العرب فهناك نجد كلمة الله في عدة أمثلة كجزء من أسماء رجال كعبد الله لكن نجد كلمة الله مستعملة أيضا في الأدعية على النقوش السخرية رغم أن ظهورها ليس متكررا في هذا النقش مثلا نقرأ وأصلي وأقسم بالله الحي فما الذي يعنيه هذا الأمر حسنا في الديانة الإسلامية تسود الفكرة أن عرب الجاهلية عبدوا الله لكنهم أشركوا معه آلهة أخرى كانوا يدعونها ويضحون لها يتقربون بواسطتها لله وهذه الفكرة هي أصل مفهوم الشرك الذي أصبح في الإسلام من كبائر الذنوب التي لا يغفرها الله وما تشير له الدلائل الأركيولوجيا هو أن اسم الله عرف واستعمل كإسم للإله عند العرب القدامى ومن الخبراء من اقترح أن اسم الله استعمل للإشارة إلى إله أسمى متعالي ويبدو من الواضح أن الاسم مشتق من كلمة الإله التي توجد في النقوش المسيحية وفي جنوب بلاد العرب والعديد من العبارات التي أصبحت فيما بعد ذات أهمية قصوى في الديانة الإسلامية ظهرت في بلاد العرب قبل الإسلام سواء عند المعددين أو الموحدين فمثلا سنة 2018 عذر على صخرة في منطقة الضالع باليمن نقش عليها بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات باستثناء الجزء الأخير من هذه الجملة فهي البسملة التي تفتتح بها كل صور القرآن ما عدا صورة براءة غير أن هناك من المتخصصين من قرأ الكتابة الأثرية بطريقة مختلفة بسم الله الرحمن ارحمنا رب السماوات وفي هذه الحالة تكون العبارة صدى لما ورد في التوراة وفي كل الأحوال يبقى من الواضح أننا أمام دعاء توحيدي يسلأم مع السياق العقائدي لجنوب بلاد العرب في ذلك الزمن وعليه نرى أن شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور النبي محمد كانت بوثقة للعديد من التقاليد الدينية المختلفة تناغمت في محيط اجتماعي متجانس تقبل فيه الجميع هذا التنوع بنوع من التعايش قل نظيره في بقاع الأرض المختلفة ففي حين أن الوثنية وتعدد الآلهة كانت ديانة الأغلبية تواجدت فرق موحدة قوية ومتعددة بما فيها يهود ومسيحيون وأحناف وكانت كل هذه التنوعات الدينية متعايشة مع بعضها البعض وشكلت فسيفساء جميلة في الحياة الدينية ولم يسجل تاريخ أي حرب بين العرب من أجل فرض دين على دين آخر فكان الأحناف منازلين بدينهم عن الأصنام والنصارى يمارسون شعائرهم وينصخون ما وقعت عليه أيديهم من الكتب المقدسة والوثنيون ينحتون ما شاءوا من تماثيل وأصنام وكل طائفة تحترم باقي الطواف وتسمح لها بإقامة شعائر دينها وتخصيص مقابر لدفن أمواتها وكان يمكن للإنسان أن يعتنق الدين الذي يريد ويصطح به دون أن يشعر بالتهديد فالنبي نفسه وقف في صدر الكعبة ودعا إلى الإسلام وسفها آلهة قريش دون أن يطاله القتل إذن الأمور ليست بالسهولة والبساطة التي تقدمها الرواية الإسلامية التقليدية التي التسقت بأذهان غالبية المسلمين إلى اليوم عن عربي ما قبل الإسلام وديانتهم هذا كل ما لدي اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم وشكرا لكم